دلالات مهمة تحملها زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني مصر لا سيما أنها تأتي في ظل وضع إقليمي معقد ودولي متأزم وتتزامن مع تصاعد دور العراق في تذليل الخلافات بين دول المنطقة ومواجهة التحديات الأمنية بالطبع زيارة السيد الشيع الآن في القاهرة هي زيارة بغاية الأهمية لأن معضل التصعيد أو مؤشر التصعيد الخطر في منطقة الشرق الأوسط تباتي عليهم بشكل كبير العراق لديها علاقات قوية مع محطها وجوارها سواء كان إيران أو توريا مصر لديها علاقات قوية جدا مع منطقة الخليج وبالتالي العراق ومصر الآن يحاولون إخراج دائرة المنطقة من أصراع المحتمل على خلفية الصدام الإيراني الأمريكي السوداني أكد خلال لقائه الرئيس المصري استعداد بلاده للمضي قدما في إنضاج العمل المشترك مع مصر فيما أعرب السيسي عن رغبة بلاده واستعدادها للتعاون مع العراق في مختلف المجالات مؤكدا اعتزازه بالعراق ودوره في المنطقة ودعم القاهرة الدائمة لأمنه واستقراره كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في هذا السياق جاء لقاء السوداني مع نظيره المصري مصطفى مدبولي ليشدد على المضي في اتخاذ خطوات تنفيذية جادة وعمل ملموس فيما يخص التعاون بين البلدين عبر توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة الطرفان اكدا اهمية التعاون العراقي المصري لمواجهة اثار الازمات والتحديات المختلفة